أنا أسمى رائكاً مارسي الكولر لعبة بتلعب منتخب برازيل في كاس العالم لعبة بأراسكيتا واحد من نجوم الأرجوية حتى الجنيل في كاس العالم اللي فات بتتكلم على أرتولو فيدال بتتكلم على الأسماء في الملعب صعبة جداً غير لعيب الرجل منطل البساطة بغير ستة لعيبة عن تشكيلة ريال مدريد لأنه عارف أن اللعيب القاسطة البدنية قبل المطش قالت ما فيش فالرجل أنا ما شوفت منهم اتنين أصلاً ما لعبوش بطوط أفريقيا قبل كده مش كاس عامل عندي مليون في المية والاتنين ظهروا بمستوى ممتاز وهرجع لك تاني الكولر خليني أقول لك لأنك كلمت على القندوسي أحمد القندوسي من اللعيبة اللي قبل ما ينزل الملعب هو في التمرين تمرد بيتمرد مع الفرقة هناك قبل ما ينزل الرجل مقتنع بيه جداً 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 الناس دايماً كان بتستنى اللعيب اللي بيجي صفقة جديدة مرون قبل مرس الكولر بيقعد في التلاجة شوية وبعدين يقعد فترة وبعدين أصله الانسجام أصله هيلعب انت هتشوف القندوسي قريب جداً مع النادي الأهلي مع النادي الأهلي الرجل طبعاً تم تسجيله أفريقين الرجل مقتنع جداً بيه وشارع إمكانياته جداً وهتشوف القندوسي واحد من العناصر اللي هتاخد فرصة كبيرة لأن مع الرجل دا ما تقولش أساسي وبديل هو عنده اللعبة كلها بتلعب يعني أرجع لك تاني المرس الكولر مرس الكولر كريم لا جرأك وصلك لمرحلة ان جمهورك زعلان ان انت مكسبتش ريال مدريد جمهورك زعلان ان انت مكسبتش فلمينجو مش زعلان علشان انا فرقة كبيرة وبحب فرقتي لا خالص زعلان لأنه ما قدمته من مرضوط شواع خاصة في المباراة اليوم بالمناسبة النهاردة بحل الطرد يا مراهون بستة تغييرات في التشكيك بلعبة نزلة الشوط التاني هم عارف ان هم مش قادرين ان انا بلعب اربع مباريات في احداشر يوم النادي الأهلي كان بلعب كل تلات يام مباراة مراهون في الدوري معدل تنافسي قلب كتير النادي الأهلي كان بيشتكي وكان معدلات اصابات معدلات ارهاق ومرضود قليل وتخسر نتائج نهاردة بتلعب قدام رئيال مدريد وفلمينجو وناس ناسية خالص ان انت بتلعب اربع مباراة في احداشر يوم مارسيل كولر هو افضل صفقة عملها النادي الأهلي في كل مواصمه السابق النادي الأهلي عمل صفقة اناك حاجة جدا بوجود بيتس موسواني قبل كده لكن دلوقتي ده افضل صفقة عملها النادي الأهلي ومع الوقت كل كلمة بنقولها على مارسيل كولر مش بتقال انها حقيقة مش حقيقة مش دي القضية القضية ان كل كلمة هو بيثبت انه بيستحق اكبر من اللي احنا بنقوله بكتير يعني افضل من صفقة موسيماني اه لا يعني موسيماني صفقة كبيرة كولر ما عادش نفس الفترة بعد موسيمين بعد موسيمين ما يقدمه من مردود فني في الملعب وشغل انا بشوفه بعيني لان انت عارف تمرات الاهلي معظمها مقفول افضل من اي مدرب جيمسك النادي الاهلي في العشر سنين الاخير قولا واحدا لو انت عايز الرأي ده قولا واحدا افضل مدير فني بيعمل حصة تدريبية جوه النادي الاهلي وبشتغل فردي سواء فني او ذهني او نفسي مع اللاعبين كل العيد في الفرقة كان فيه ريبورت معمول عشان ما طولش في قصة كولر على مارسيل كولر قبل ما يجي الناس قالك ده تفخيم فترة قيادة المنتخب النمسوي يتعمل عليه ريبورت بيدرسه حالة كولر في تعامله مع الجيل ده من الكوره النمساوية والرجل كان ليه جملة شهيرة جدا جدا قالك ايه في البحث قالك انه يتعامل مع كل لاعب داخل الفريق كأنه الفريق كله كل لاعب على حدة وكل لاعب عنده هو اهم العيد في الفريق وبتعامل معه فنيا ونفسيا عشان كرا بتلاقي كل لعب النادي الاهلي اللاعب اللي بيقعد واللعب اللي بينزل ولعبي اللي بعيد وإحسان الشاحات اللي كان هيمشي و McK阿 produção اللي كان هيمشي وكريم فؤادي اللي كان هيمشي لاعيد لع برة وجوه مارس الكلر ولget هو أنجح مدير فني على صعيد التدريب في النادي الاهلي لكن عشان أقولك هو أنجح من موسميني ولا لا هو آفضل من موسميني ولا لا على صعيد النتائج لما يقعد سنتين لما يقعد سنتين أنا أتمنى انه يكون أنجح موسميني وأعتقد انه يكون أنجح موسميني شكرا